خلينا استقبل أستاذ محمد سمير المنظم العام للبطولة والمسؤول عن بطولة موتورويك بتنظيم من شركة بيسر سيدة الخير يا أستاذ محمد أخبارك إيه؟ أنا عارف أنت بتعتذب كلمة المهندس نهاردة شفنا انطلاق البداية الأولى والفعليات وزي ما نقول كده أجواء مختلفة يمكن شفنا على مدار السنتين اللي فاتت نجاح كبير جدا لتنظيمكم لأسبوع أو سبقات بتتم داخل مدينة العالمين ما بين الدريفتينج ما بين الاسبيد ما بين الدراج الكارتينج الرالي الفور باي فور الجيت سكي كلمني كده على البطولة السنة دي أو الموتورويك السنة دي شكله عامل إزاي؟ والله أتمر زي ما انت قلت هو السنتين اللي فاتوا كانوا قدرنا فيهم إن احنا نطور أول تاني سنة عن أول سنة فالسنة دي التطور الطبيعي بتاعها يعني ما فيش الحمد لله في نجاح مستمر فالسنة دي كملنا على النجاح ده فلو تفتكن السنتين اللي فاتوا كنا بنشتغل دايما في ويك اند واحد زيادة السباقات أعداد السباقات أكبر المشتركين أكتر الفعاليات أكبر فده اللي خلانا نشتغل على الموتورويك موتورويك عشر تيام تقريبا من عشر لاربعة عشرين أغسقص فيها كل الفعاليات اللي نقدر ان احنا ننفذها في مدينة العالمين من سباقات للسرعة للسحرة للدريفت سباقات مختلفة كمان السنة دي سميليترز أرسي عندنا طبعا الجز سكيز تمرارية الرالي أكبر في جانا تاني سحرة غربية بعد غياب في جون عندنا مرحبين في السحرة الغربية فده ده يعني ان شاء الله نكمل كده ونقدر كل سنة يكون عندنا كجيد ويكون عندنا حاجات أكثر ونوصل ان شاء الله بالموتورسبورت في المكان اللي تتحكوا يعني اللي بيتفرج عليه ده دلوقتي يقدر يجي يتفرج إزاي صحيح هو المكان موجود في العالمين في المدينة العالمين الدخول مجاني معادة النهائيات الدريفت يوم 224 و24 بس هي لكن كل السباقات بكل الأماكن اللي عتبقى فيها السباقات مجانا للجمهور كل الأماكن المفتوحة اللي بره البنيو كلها متاحة للجمهور بدون تذاكر يقدروا بس يعملوا التسجيل من على الموقع أو تسجيل حتى الدخول على الباب وان شاء الله يكونوا علشان نكون دايما على تواصل مع الجمهور للموتورسبورت يعني بس غير كده معظم سباقاتنا محمد معظم سباقاتنا الوقت بتاعها هيبقى الساعة كامة يعني هتبدأ من الساعة كامة؟ احنا بكرة من 3 ل 8 لدراك 17 وبعد كده عندنا مرحلة السحرة هتبقى الصبح بدري من 6 ل 12 مرحلتين السحرة حد والاثنين يوم الخميس في الدريفت من الساعة 6 لساعة 12 مرحلتين يعني يقضي اليوم بتاعه على البحر ويجي يستمتع بعد كده بأجواء موتورسبورت بجد بالظبط كامة بالظبط كامة بالتوفيق وان شاء الله لنا 23 عندنا دراك تريس تاني عندنا الجيت تي عندنا السيميليتر هيكونوا برضو من الساعة 3 للساعة 8 فيقدر ينزل البحر ويركب جيت تي ويتفرج على العربيات يقدر يعمل كل هو عايزه كل الانشطة المتاحة في مدينة العالم بشكرك جدا بشمونس محمد وبالتوفيق واكيد لنا مقابلات كتير هناك وحنتفرج اكتر وتغطيتنا ان شاء الله معاكم على مدار الاسبوع ده هتكون ان شاء الله فيها متعة من الصورة الحلوة والرياضة الحلوة والمكان الجميل كمان اللي احنا موجودين فيه